مرحبا فيكم حبايبي برج الدلو قراءة او توقعات بشكل عام رح نشوف اول شي طاقطت هاي الفترة كيف حتكون برج الدلو كتير عشت تحديات يمكن بالاشهر الماضية ولكن انا بشوف لك من فترة صغيرة يعني يمكن من الشهر الماضي بلشت يمكن الامور تحلو على ما اظن كناس القراءة او بلشت انت تغير نفسيتك يمكن فطاقطك كيف حتكون هادا الشهر اه هادا الشهر رح يكون مليء بالخلينا نقول النعم مش امنيات اه في في امور في اه شغلات رح توصلك هدايا يمكن اه ممكن على المدى المعنوي ممكن نحسبها انه اه كمان هادا الكرت بشوفه كتير عاطفي في امنيات بالحب رح تتحقق انت رح تركز اساسا على الجانب العاطفي هذه الفترة لا اراديا اه عم بيظهر لك اما شخص جديد او شخص قديم عم بتكون مركز على هادا الموضوع هادا الشخص رح يكون يعني اه خلينا سوري خلينا نحكي انه شخص مميز شخص اليك فترة ما لتقيت بحدا مثله عم بتعيش مشاعر جديدة ما عشتها من قبل ليسا خلينا نشوف شو الوضع الفترة الجاي بشكل عام اه وراء كتير حلو اه عم بشوف في اه في موضوع عملية في اه لانه طلعوا وراء بعض كمان في اشخاص انت كنت معاهم على خلاف هادول الاشخاص على الاغلب من ابراج هوائية او ترابية اه عم بتكون اه ممكن مائية على فكرة بقوة اه ممكن تكون هادول الاشخاص سببوا لك نوع من الارق من التخويف قوفوك اه او يمكن افقدوك الامان انك تعطي امان الاشخاص اه تانين اه دخلتوا مع معركة انت وهذا الشخص او هادول الاشخاص خلينا نقول شخص اه دخلت اه معركة كان هو خسران انت خسران فيها التنين اه عم ولكن بشوف اه تنين يعني ما فيه كروه او بوض بناتهم يعني انا بشوف هاد المشاكل عم بتكون اه بلا يعني ما الها داعي او اه امور صغيرة عم تكبر اه بدون اي اه سبب يذكر اه عم بشوفك من بعد هذا الموضوع تعرضت لارق لتعب لانطوائية معينة سببت لك ممكن اه مسألة صحية او اه بالاساس انت عندك يمكن مشكلة عضوية او اه صحية فعم بشوفك اه على سرير الشفاء يعني اه عم تستشفي من هذا الموضوع وممكن يكون طاقة سلبية انت اه اه اتعرضت لها اه خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى الطاقات في ميزان في تور في اسد قوس اه في ام هدول اكتر شي اه في عنا الابراج الترابية بين الهوائية كتير الترابية طبعا فضيعة كتير ما اي موجود اه فخلينا نرجع لموضوعنا صارت اه مشكلة كبيرة صارت افضيحة صارت خلينا نقول يمكن محكمة يمكن شغلة كبيرة صارت عندك يا دلو اه حبيبي بعدين اه من بعدها يعني او رح تصير عندك اه هاي المحكمة لكن على نجاح انت اه معاك اه خلينا نقول جميع المؤهلات او جميع القوة لحتى تكون عندك نجاح بهذا اه الموضوع عم بشوف فيه فرصة اه حمل بالنسبة للدلو امكان نساء الدلو او رجال الدلو فيه نسائهم عندهم فرصة حمل قوية جدا ظاهرة بكارتين اه فيه اه نجاح للأولاد نجاح للاطفال فيه سعادة للازواج عم تتجدد اه بناتهم المشاعر بطريقة حلوة عم بيرجعوا مثل المراهقين عم بشوفهم اه حتى بالنسبة للناس المتباعدين اللي قلنا فيه ممكن تكون مشاكل اه عندهم هاي المشاكل طبعا ممكن تكون في العمل وممكن تكون في الصعيد العاطفي على الصعيد العاطفي اذا كانت بالعمل اه فهو اه شخص او اكتر من شخص اه ولكن بعديها طوالي فيه انتصار على هذا الشخص اه في هاي الفترة اذا كان على شكل اه على الصعيد العاطفي فانا شايفة انه هذا شخص اه سبب لك كتير ازا سبب لك كتير اه مشاكل مناوشات حتى اه هو نفسه عنده مشاكل ايضا مع الاخرين اه سبب لك طعن ممكن يكون اه علاقة ثالثة او اه غدر من نوع اه معين اه ولكن شايفتك عم تشغل حالك بالشغل اه اكتر اه بشكل عام عم بشوفكم تشتاؤوا لبعض بشكل فضيع اه ممكن يكون هذا الكرت يعني بشوفه شي كبير اه فبشكل عام بشوف الورق مبشر بالخير ولكن مع شوية تحزير يعني مع شوية تحزير من اي امور ما نحاول نكبر الامور نحاول نمشي اه المواضيع ما نحاول ندقيق او نكبر اه المشاكل وخاصة في العمل شايف فرصة عمل حلوة جديدة للاشخاص اللي ما بيشتغلوا من برج قدلوا. خلينا نشوف اكتر على العاطفة. اه في رجوع لمشاعر كانت خلص ماتت اه وانتهت. في كان بالماضي في اه علاقة ثلاثية في طرف تالت كان ممكن يكون ام الشريك ممكن يكون اخت الشريك. فيه انثى بالموضوع كانت داخلة اه تخرب هون اه حتى بتحاول كانت تعمل اه شغلات يعني اللي هو اه اي شيء طلع بيدها تحكي تعمل شغلات اه ما بعرف بس اه شايف في اه زي ما بيقوله فشل اه عندها في هذا الموضوع لانه كل كروتك جميعها ايجابية اه عاطفية بشكل فصيع جدا. اه شايف انه يعني ما عرف اه في في اقدام او في اه اقبال من الطرفين على على العلاقة اه شايف انه ممكن تبنوا بيت ممكن تعملوا بيت. اه شايف فيه طبخة زاكية يعني ممكن تطفقها للحبيب او العكس. اه القراءة ممكن تكون عكسية. اه شايف استشفاء من بعض الامور اللي كانت مساعدتكم بينكم بين بعض. اه الكلام الجارح اللي سببتوه لبعض. اه فيه فيه اعادة يعني فيه تصفية امور فيه تصفية حسابات فيه اعدة فيه اه ترتيبات عم بتتير. شايف هدول الاشخاص اه اللي من برج الدلو. شايف فيه عندهم زواج هاي الفترة. او خطوبة على الاقل. اه شايف فيه تتويج لهاي العلاقة بشكل اه حلو بشكل سريع يعني من بعد ما كان بطء فيه كتير فيه الامور. اه شايف عندهم زي كان نهاية قبل فترة. نهاية لموضوع نهاية. قلنا يمكن نكون طلاق اه زي قبل شوي او شغله. ولكن شايفه فيه زواج ايضا عندهم في هاي الفترة. فشي كتير اه حلو. فيه ناس اه عم اه بالناس اه للناس اللي العزاب ايضا في اه شخص ممكن يكون اه مائي او هوائي اكتر اه هذا الشخص او من اي برج تاني يعني ممكن انه يدخل حياتك اه تعطيه فرصة من بعد اه محاولات منه لدخول حياتك. عم تعطيه فرصة وعم بيكون هذا اه هاي العلاقة يعني عم بتتوج بفترة اصيرة لازواج. طيب خلينا نشوف عقلك الباطن هاي الفترة بشو عم على شو عم بيركز او شو ممكن تكون في عندك تراكمات او شغلات. اوه. تحقيق الى امنية قديمة ومشيت انت فترة عنها وفقلص صارت ورا ظهرك اه الها يمكن اكمن شهر يمكن اه لا مش اكمن سنة اكيد يعني. بس امنية الى اكمن شهر على الاكيد اه عم بشوفها عاطفية اكتر. ممكن تكون عملية لكن انا بقتنع انه هذا الكرت عاطفي اه ممكن انها تتحقق اذا على الصعيد العاطفي. خلينا نشوف اذا في تحذيرات اه معينة لبرج الدلو او مشار تحذير يعني اي كرت تاني. اه نفس الكرت اللي قبل شوي طلع. اه. مثل دعوة او نصيحة لتنظيف حياتك في اشخاص اه مش وسخين يعني في اشخاص عم بيضيفوا طاقة سلبية لحياتك. اه عم يمكن يحسدوك. يمكن انت عم بتدخل حياتك اشخاص عطالعوا وعالنازلة يعني عم بتأمن للعالم. اه عم اه فبيقول لك نظف حياتك شوي شوي نظف اه المحيط اللي انت في في اشخاص ما بيحبوكوا انت على علاقة منهم. فبيقول لك هادا الكرت متل تحذير بيقول لك انه بعد هادول الاشخاص عن طريقك او نظف اه طريقك من هادول الاشخاص. شوف ازا في نصيحة. بيقول لك بليف الماجيك. اه كون مؤمن بالمعجزات وكأنه فيه معجزة رح تحصل لك ونالك قبل شوي في امني رح تحصل لك فبيقول لك بس امن بالمعجزات. ما تضلك تحكي انه لا انا حظي مش اه تمام لا لا انا كل هادا التوقعات هيكذب. اه الامور كلها لا مش هيك مش صحة كل حياتي انا مش تمام مش عارف. ما تحكي هاي الشغلات بيقول لك بس امن بالمعجزات وانت رح تشوفها. فالمطلوب منك بس انك تآمن يعني بس البليف. خلينا نشوف كمان. هون بيقول لك هادا الشهر رح تدخل متل مغامرة. يمكن مع شخص جديد على المستوى العاطفي. اه المهم رح تدخل مغامرة. ممكن تكون كمان على الصعيد المهني انت داخل مغامرة او اه شي فبيقول لك عيشها بكل تفاصيلها اه انبسط عيش المغامرة عيش اله ممكن تكون على فكرة او رحلة انت طالع فيها مسافر فيها شايف في سفر عندك يمكن لداعي السفر للسياحة للامور هاي فبيقول لك بس انه عيش اللحظة عيش التفاصيل اللي كتير هتكون حلوة. اه حبايبي بشوفكم بالفيديو الجاي وقود لك لائلكم كلكم. باي. ترجمة نانسي قنقر